هذا الإمام العظيم نحن أخذناه من زاوية أنه إمام عادل وكله عدل وكله إحسان وكله فضل رضي الله عنه وأرضاه يكفينا في معرفة عدله ووضعه الأشياء في موضعها أنه عليه رضوان الله تعالى عندما نوزع على السلطة وعلى الحكم وعلى الخلافة لم يتنازع ولم يتصار عليها بل تركها حقنا لدماء المسلمين فوضع السلم في موضعه كما توضع الشدة في موضعها رضي الله عنه وأرضاه تصالح مع معاوية بن أبي سفيان على أن يسلمه الخلافة حقنا لدماء المسلمين فلم يفهم هذا المقام العالي من العدل كثيرا من من كان معه ولم يفقه وضعه الأشياء في موضعها حتى كان بعضهم يقول له يا مذل المؤمنين يا مسود وجوه المؤمنين فكان يقول لا بل أنا معز المؤمنين إني تركت ذلك حقنا لدماء المسلمين حتى خطب يوم خطب وقام على المنبر وقال إن الله قد هداكم بأولنا يعني جده صلى الله عليه وسلم وحقنا دماءكم بآخرنا يعني نفسه عليه رضوان الله وأرضاه ما هو أعلى في العدل وأعظم من أن تحقن المسلمين من فتنة لا تبقي ولا تذر من أن تحرس واقع الأمة من مشكلة لا تنتهي ولا تنقضي من قضاء الأزمان والدهور وتبقى عواقبها وأثارها فيما بعد فرضي الله عنه من إمام عادل ورجل فاضل الحسن بن علي قدوة لكل من أراد أن يقيم العدل من إمام في رعيته أو أب في أولاده أو زوج مع زوجاته أو مدير مع من يعمل معه هو قدوة لهم فعليه سلام الله ورحمته وبركاته